آخر تقرير بنيوز الجامعة يتحدث عن حملة تحسيسية حول مرضى السكرية لفائدة الموظفين والأساتذة والطلبة فعالية تنظمها مختلف المؤسسات الجامعية والعينة اليوم ترصدها لنا هند نبوي من كلية العلوم السياسية والعلاقة الدولية بجامعة الجزائر ثلاثة تزامناً مع شهر رمضان الكريم لضمت كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر ثلاثة حملة تحسيسية حول داء السكر في الوسط الجامعي هذا بهدف توعية الطلبة حول السلوكات الغدائية التي يجب اتباعها هذا يدخل في إطار النشاط المسطر للكلية منذ بداية سنة وعندنا نشاط خاص في شهر رمضان وهم شيء هي الهتمام بسحة الاساتذة والطلبة والموردفية تعلق الكلية وليشك بأنو سحة الانسان دائمان يعني معرضة لتغيرات ومعرضة للمعرضة 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 كثيرة بكثير من الناس يقولون أنهم في حالة جيدة لأنهم يمشون جيدا ومعرضة للمعرضة ولكنهم لا يعرفون الانسان دائمان الانسان دائمان نأخذ الانسان دائمان لأن الناس في شهر رمضان أطباء المركز الصحي للكلية قاموا بقياس نسبة السكري للطلبة والاساتذة مع تقديم جملة من النصائح والتوجيهات الانسان دائمان فمثل هذه الحملات التحسيسية تعد فرصة للتوعية والإرشاد وكذا ألحث على اتباع نظام صحي في الحياة.